هتكلم في المحاضرة دي على timer operation and programming هتدي اول حاجة بintroduction عن timers عموما الفنكشنالات تثباتها بتبقى عبارة ايه بالزبط هنتكلم على summary of timers اللي افيلبل عندنا في الديفايس احنا مشتعل عليها في الكورس دوت هنتكلم على timer programming sequence in general بالنسبة ل timer zero بالنسبة ل timer three بالنسبة ل timer two يعني كل واحدة فيها multiple modes هتكلم على كل واحدة فيهم بالتفاصيل اول حاجة الفنكشنالاتيز اللي بتعمل بالtimers هم ثلاث حاجات يا اما interval timing يا اما event counting يا اما boot regeneration فبالنسبة لانترفال timing التايمير بتاعنا بيشتغل بالضبط زيه زي المنبه احنا بنزبطه على وقت محدد وفي الوقت المحدد ده بينبهنا التنبيه ده ممكن ييجي بشكلين ممكن ان انا بص على حاجة معينة واتأكد منها يبقى فيه عندي flag مثلا ابص عليه واشوف اذا كان هو خلص ولا لا او ممكن ان انا generate interrupt يعني بمعنى ان هو يعني زي المنبه العادي بالضبط بيرن علشان يخليني انتبه بسيب اللي في ايدي واعمل الحاجة اللي انا مفروضة اعملها لما المنبه بيضر فباسيكلي بتكلم على الانترفال timing ده هو الحاجة الاساسية جدا اللي timer operation بيعتمد عليها وده الحقيقة بيساعدني ان انا اعمل حاجات كتيرة ممكن تعتمد على الوقت بتاعها مفروض يبقى very accurate وممكن اعملها الحقيقة بالresolution عالية جدا في الوقت بحيث ان انا يعني بقدر ان انا يعني اعمل كذا حاجة actually وكل حاجة يبقى timing بتاعها مزبوط الفنكشناليتي التانية هي event counting وفي الحالة دي الحقيقة يعني الclock بتاعتي ما بتبقاش السورس بتاعها الclock الموجودة عندي في جوه ميك كنترولر ال event counting انا بس تعمل حاجة من برا حاجة خارجية external event والexternal event ده هو اللي بيعمل incremental counter اللي انا بعمله يعني باشي تعمل به في timer فباسيكلي في الحالة دي هو مش بيعمل timing هو بيعمل event counting يعني هو كل ما بيجي event بيعده واحد فمعنى كده بعد فترة وجيت بسيطة على content بتاع timer register بلاقي فيه عدد معين بيكون ريسبوند لعدد ال event اللي جات لي في وقت معين فعمتا event بيبقى عبارة عن clock جياني من external source interval timing لا interval timing clock بتاعتي جياني من internal source عشان نقدر ازبوط بها timing بتاعي وبعارف بالضبط قيمتها دي بالنسبة للboot regeneration طبعا لو احنا بنتكلم على serial communication وده هيبقى لهم محاضرة مستقلة هنبنتكلم على ان احنا بنبعت يعني serial يعني stream of bits وطبعا علشان two ends الموجودين اللي هو sender و receiver يفهموا بعض لازم يكون timing بتاع ال bits الموجودة عندي دي تكون مزبوطة بين الاتنين فباسيك تبقى فيه عندنا standard rates مفروض متعارف عليها في serial communication وده اللي هنشوفه في new art اللي هو عندنا بتاعنا فباسيكلي بيبقى فيه عندنا boot rates او حاجة زي bit rates محددة الboot rate هو bit rate بتاع serial port فده بيبقى له standard values زي مثلا 9600 9600 200 حاجات بالشكل ده كده فبنتكلم على ان تحديد الوقت بتاع الحاجات اللي زي كده لازم يتعامل باستعمال timer ما يفعش ان انا اعمله بطريقة manual او بنفس الطريقة اللي احنا باستعمال timers اقدر اعمل very accurate board rate generation فباسيكلي التلاتة فانكشنالات موجودين عندنا هي interval timing event counting هي board rate generation المايكرو بتاعنا اللي احنا بيشتغل به عنده 5 counters timers فباسيكلي ممكن نقسمهم لعدد طبعا كل واحد فيهم بيبقى له مودز مختلفة وطبعا ممكن المودز دي ممكن تبقى up to 4 يعني ممكن من 0 غاية 3 في بعض الطايمرز بعض الطايمرز بيبقى فيها مود واحد بس فبنتكلم على mode of operation ده بالنسبة ل timer 0 و timer 1 هما الانتين زي بعض بالضبط في اول 3 مودز المود الاخراني بيبقى available بس للمود 0 لتايمر 0 ما بيبقاش موجود timer 1 فباسيكلي ممكن نشتغل 13 bit counter timer يعني الكاونتر دي احنا بنعمله incrementة عشان في الاخر يعمل لنا timing لحاجة معينة بيبقى 13 bit ممكن يشتغل لو في mode 1 يشتغل 16 bit ممكن انا اشغله ك8 bit counter timer يعني اشغله ب8 bit بس بس يبقى فيه auto reload function يعني بمعنى ان هو بعد ما يخلص ممكن ان هو يريستارت تاني ال operation بتاعه ده ممكن يستعمل في حاجات ممكن تبقى بيجنرات يعني timing بيبقى continuous يعني كل مثلا لو زبطتوا على one million second مثلا يبقى one million second كل one million second يديني event او يديني interrupt فباسيكلي ده بيستعمل مثلا في حاجات زي board rate generation ممكن يستعمل يعني لبعض الحاجات اللي زي مثلا يعني لو انا بعمل مثلا continuous function او انا بعمل generation wave form مثلا ممكن اعملها generation بحاجة زي كده ممكن ااخد دي استعملها بعد كده ك clock لحاجة زي A to D او D او حاجة زي كده المود التالت بيبقى اتنين 8 bit counters timers بياتنين independent بس الاتنين synchronize مع بعض وده بيشتغل ب timer zero only timer one ما عندوش المود ده timer two, timer four الاتنين very similar لبعض الاختلاف الوحيد اللي بينهم اني ده بيعمل board regeneration boot rate regeneration ل UART zero وده بيعمل boot regeneration ل UART one حاجات تانية بيبقى 16 bit counter timer ممكن يبقى capture او with auto reload ممكن يبقى capture او ممكن يبقى auto reload capture معناه ان انا دلوقتي ممكن ان انا اشغل timer دي عد وبعد كده في وقت معي ااخد القيمة اللي عدها دي واخزنها في مكان auto reload معناه ان انا بيبقى في عندي لما timer دي خلص ممكن اريلود ال value بتاعته تاني بحيس ان هو يشتغل من الوقت دي تاني يعني يديني continuous stream of interrupts يعني كل one millisecond مثلا يديني interrupt مثلا يعني فده الاختلاف بين capture وبين auto reload timer 3 ما عندوش اي مود غير مود واحد بس اللي هو 16 bit timer with auto reload فباسيكلي في timer 3 بيبقى يعني ما عندوش اي مود تاني غير المود ده auto طبعا هنتكلم على كل واحدة من المود دي ونعرف ازاي نقدر نعملها programming في كل واحدة من ال timers الموجود عندنا في المايكرو كنترولر ده الحاجة اللي احنا يعني لازم نامفاسايز عليها ان احنا الحاجة اللي متكلم عليها دي general يعني نفس الطريقة اللي احنا بنبروغرام بيها timers في المايكرو كنترولر بتاعنا دوت ممكن ان احنا نعمل لها generalization في مايكرو كنترولر تانية طبعا مش شرط انها تكون 8051 بس الطريقة نفسها اللي متعامل بيها مع ال block diagram مثلا بتاع الطايمر عشان نشتغل هنلاقي ان احنا في اي microcontroller تاني هنلاقي block diagram تاني بنشتغل بيه بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها في المايكرو كنترولر دوت هنبدأ اول حاجة مود zero في timer zero timer one احنا انتفقنا timer zero timer one هما الاثنين very similar مود zero هما الاثنين بيبقى عبارة عن 13 bit counter timer بيسكلي بيقى في عندنا دايما لو بدينا نديسكرايب اي واحدة من الطايمر بيقى عندنا block diagram بالشكل دا كده احنا منه بنحدد ايه اللي بيحصل بناء على بتاع بعض ال bits الموجودة في بعض الفر يعني فيه هنا الفر اسمه ckcon وفيه اسمه tmod وفيه عندنا special function register اسمه tcon هنلاقي ان ال bits الموجودة فيهم اللي معلمين عليها اللي هي موجودة عندنا في block diagram دي هي اللي بتكون طرور اللي بيحصل هنا الشكل دا زي ما شفنا قبل كده محاضرة اللي ثياتي دا بيمسل لنا multiplexer multiplexer معناه ان فيه عندي input هنا وإنبوت هنا وبسيلكت لو انا عملت selection هنا بزيرو بسيلكت دوت لو عملت selection هنا بواحد بسيلكت دوت ال selection دوت بيجلنا من هنا t0m يعني ال bit دي لو انا خليتها بزيرو بمعنى كده ابعارف ان انا هيخش لي هنا في ال output بتاع multiplexer ده system clock divided by 12 لو حطيت t0m دي بتساوي واحد يبقى معنى كده system clock divided by 1 فطبعا هنا system clock طبعا هي ده source الاساسي بتاعنا اللي هو clock الموجودة عندنا جوه أنا بحدد النوع اذا كنت اخدها زي ما هي او هedivide by 12 جزء دوت المتيبليكسر دوت بقى بكنترول ان انا هاخد clock اللي جيالي من system clock او هاخد clock جيالي من بره clock اللي جيالي من بره دي اكشولي انا ممكن ان انا يعني استعملها لو انا كنت عايز استعمل counter استعمل timer counter ده استعمل ان هو counter operation counter operation زي ما احنا قلنا ان clock بتبقى جيالنا من بره والclock اللي جيالنا من بره دي بت count events معينة بتحصل بره ففي الحالة ان انا اختارت هنا ان الحاجة اللي هنا دي تعدي هي اللي تبقى موجودة هنا يبقى معنى كده انا بشغل في counter operation لو انا اختارت الحاجة اللي جيالي من system clock دي اللي هي اللي موجودة هنا دي هي اللي تعدي هنا يبقى معنى كده انا بشغل ك timer operation عشان كده البيت اللي بتختار الكلام ده اللي هي c slash t اللي هي counter slash timer وطبعا رقم zero ده معنى ان انا بكلم على timer zero فمعنى كده لو انا اختارت هنا c slash t zero اللي هي البيت اللي موجودة هنا دي اختارتها اللي بتконترول الملتيبلاكسر ده اختارتها بتساوي zero ويبقى معنى كده اختارت ان system clock based clock هي اللي هتخش هنا اوكي eventual هي دي اللي هتدرايف الرجسر ده علشان يبتدي يشتغل ويبتدي بعد كده يعمل لي overflow اللي هو بيعمل لي في الاخر event او بيعمل interrupt هنلاحظ ان احنا عندنا الجزء اللي هنا دوت ده ended مع حاجة تانية موجودة من هنا ال ending اللي موجود هنا ده غرضه ان هو يعمل enabling لل timer او disabling لل timer يعني هنلاقي فيها ان عندنا حاجة اسمها tr0 اللي هي موجودة عندنا هنا في tcon اللي هي موجودة عندنا tr0 اللي موجودة هنا دي دي لو محتوطة ب zero لو دي ب zero يبقى معنى كده ال output بتاع ال end gate دي بتساوي واحد regardless dubcam فمعنى كده ان ده zero zero ended مع اي حاجة هيبقى هنا zero يبقى معنى كده ده مش شغال ده مش هحصله اي حاجة خالص لو انا حبيت ان انا enable timer ده ان هو يبتدي يشتغل يعني معنى كده ان ال clock دي تبقى موجودة هنا يبقى لازم احط ده بيساوي واحد ولازم امكشور ده كمان ان ده بيساوي واحد امكشور ان ده بيساوي واحد ان انا خلي gate zero دوت بيساوي واحد gate zero ده عشان gate zero ده يساوي zero لو ده بزيرو يبقى معنى كده ده zero not بعد كده يبقى معنى كده هو اللي داخل على ال or gate دي بيبقى واحد يبقى معنى كده regardless اللي ده بكام هيبقى فيه عندي هنا واحد فحط هنا gate zero دي بزيرو عشان يبقى هنا ال gating ده مش موجود ويبقى معنى كده ده في واحد ويبقى control بتاع ال timer ده يشتغل ولا مش هشتغل معتمد على tr0 بزيرو ولا بواحد لو بزيرو يبقى مش شغال لو بواحد يبقى شغال اللي بيحصل هنا بقى انى بيبقى فيه initial value انا ببتدي بيها timer بتاعي ويبتدي increment منها كل clock من هنا ت increment بواحد هنا لغاية لما يحصل overflow لل counter الموجود هنا دوت هيعمل لي setting لل bit اللي اسمها tf0 timer overflow zero وال timer overflow zero ده يعتبر flag في حد ذاته ممكن اتشك عليه اذا كان بواحد ولا لا فاعرف ان هو لما يبقى بواحد ان هو خلص او ممكن انا generate be interrupt لو عملت generation to interrupt يبقى معنى كده انا مش محتاج ان انا اتشك على ده خالص هو لما هيخلص هيقول لي هو لما يخلص هيسوقفني او يخليني انفذ الفنكشن اللي انا عمل لها designation هي تشتغل لما timer يخلص فباسيك ليش الvalue هنا نلاحظ برضو ان احنا بدي نبتدي من value increment فمعنى كده عدد clock cycles اللي هتمر قبل ما يحصر overflow هو عبارة عن maximum بتاع register ده minus value اللي انا بحطه يعني مثلا لو انا بقول ان maximum بتاعه ده 100 فرضا يعني وانا ابتديت الvalue بتاعتي 90 يبقى عدد من 90 غاية مية عدد 10 يبقى معنى كده الpeer اللي انا عملت لها timing هي عبارة عن 10 10 clock cycles من اللي جايلي هنا دي لو انا خليتها zero ده يبقى maximum بقى يعني عشان اخلي الtimer بتاعي ده ياخد اطول وقت ممكن بحطه هنا zero zero معنى هيمشي من zero غاية FFFF بعد كده يبتدي بعد كده فمعنى كده هاخد اطول timing ممكن فمعنى كده قيمة value اللي بحطها هنا كل ما صغرت كل ما timing كان اكتر طبعا زي ما احنا شايفين هنا timer هنا register بتاعه 13 bit طبعا بيديني limited timing لان 13 bit مش كبيرة ممكن اشتغل بقى لو حبيت اشتغل في mode 1 هو كل حاجة زي ما هي بالظبط بس بيبقى عندي 16 bit timer في mode 0 فباسيكلي يعني كل حاجة بتبقى شغالة بس هنا range بتاعه بتاعه timing بيبقى اعلى شوية فباختصار شديد لو حبينا نحط sequence بال programming بتاعنا بنختار clock اللي هي system clock نفسها هاخدها ولا هاخدها على 12 بتغيير T0M بس select هنا اذا كنت شغال في counter او timer يعني counter او timer باستعمال البيت اللي هي C slash T0 ديت بخلي gate بتاعتي اللي هي gate 0 دي بتساوي 0 بابتدي بعد كده initialize value بتاعتي according للتايم اللي انا عايزه initialize the register value دي او counter value دي بتساوي cam اللي هي Tl0 TH0 بيساوي cam once ان انا خلاص بس عملت setting للكلام ده كله بقرر بعد كده اذا كنت عايز ان انا ابتدي اشتغل ان انا تشاك على flag دوت او هيبقى عندي interrupt لو كنت عاوز يبقى عندي interrupt يبقى معنى كده لازم اعمل enabling ال interrupt بحيس ان هو يشتغل لما TF0 تيبقى بتسوح فبعد ما خلص ال interrupt كده يبقى انا كده خلاص كل حاجة initialize وجهزة الفاضل بس ان انا خلي TR0 دي بتسوح وانس ان انا خليتها بتسوح بيبتدي ال operation بتاع الطايمر مباشرة بعد TR0 ما بتبقى بواحد نلاحظ برضو حاجة مهمة الطايمر بتاعنا دوت ده معناه ان انا بقى time single event يعني بمعنى ان انا دروقتي بقول ان انا عايزة time مثلا 1 millisecond هو هيخلص 1 millisecond دي وبعد 1 millisecond هيتوقف لو عايزة اشغاله بعد 1 millisecond تاني في mode 0 او mode 1 لازم اعمل initialization من الاولو جديد وابتدي اشغاله من الاولو جديد لو انا ما عملتش كده هو هيتوقف مش هيشتغل تاني يعني هيفضل واقف مكانه بعد ما عمل ال interrupt او عمل طلع الفلاج اللي هو TR0 او TR1 يعني بيقف بعد كده لغاية لما انا عمله programming تاني بلاحظ برضو ان الكلام ان انا بتكلمه دوت كنت بتكلم كل حاجة على T0M بتكلم على C slash T0 بتكلم على TR0 كل الحاجات دي كلها الحقيقة بتكلم على timer 0 لو عايزة تكلم على timer 1 نفس الحاجة هي هي بالضبط بده ما اتكلم على T0M بده ما اتكلم على C slash T0 هتكلم على C slash T1 بده ما كنت اتكلم على TR0 هتكلم على TR1 بده ما اتكلم على TF0 اللي هي موجودة عندي هنا بتديني interrupt او بتديني flag ممكن اتكلم على TF1 فهو نفس ال operation هو بتغيير بس في نفس ال register تغيير الزيرو تبقى واحد واللاحظ برضو ان احنا عشان نسيلاكت المود بتاعنا بيبقى في عندنا مود bits كده موجودة في T mod T0M1 T0M1 T0M0 T1M1 يعني في عندي 2 bits ل T0 عشان اقدر احدد مود بتاعي لو انا بقى اشتغل في mode 0 يبقى معنى كده احط دول 00 لو عايز اشتغل في mode 1 اللي هو 16 bits يبقى احط دي 01 فباسيكلي بتكلم على ان انا لازم ابروغرام دول عشان ابقى عارف انا في any mode لان طبعا كل mode بيختلف عن التاني اول 2 mode شبه بعض لان هما mode 0 mode 1 الفرق بينهم بس في number of bits يعني نفس الـ register اللي هو الـ counter بتاعي اللي هو timer 0 register بتاعي ده بيبقى ايما 13 bits ايما 60 bits بس الـ operation واحد انما لو بتكلم على mode 2 مختلف تماما ومود 3 مختلف تماما فباسيكلي لازم انا ابرمج المود register 3 علشان الـ operation بتاعي يبقى مزبوط mode 2 في timer 0 timer 1 بيشتغل ك8 bit auto reload timer أو counter فباسيكلي بيتكلم على اننا دلوقتي الـ register نفسه اللي بنعدي فيه الـ width بتاعه دلوقتي 8 bits الميزة دلوقتي بقى ان بقى فيه عندي الـ register التاني اللي هو الجزء اللي كان هنا قبل كده اللي هو TH0 ده بدل ما كان يعني جزء من timer register بتاعي اللي بعدي فيه لا دلوقتي بقى عبارة عن مكان بخزن فيه auto reload register او auto reload value بتاعتي بتساوي كم اللي بيحصل هنا بعد ما بيحصل overflow هنا مش بس بيطلع لي flag دلوقتي تاني الـ value اللي موجودة هنا جوه TL0 بحيس يبتدي يشتغل منها تاني فبالشك ده كده انا اقدر اطلع عدد من الـ interrupts مش هطلع interrupt واحد يبا الـ interrupt بتاعي periodic بـ period بتساوي الحاجة اللي موجودة في TH0 بتساوي كامل هي reload value بتساوي كامل نفس الحاجة اللي كنا عملناها قبل كده بنختار برضو الـ clock source بتاعنا بيختار اذا كان divided by 12 ولا بيكلم على divided by 1 طبعا ممكن حد يتساءل ليه احنا في بعض الاحيان بيبقى عايزين نعمل timing لحاجات تبقى طويلة شوية فلما بنتكلم على الـ system clock نفسها احنا بنتكلم على الـ clock بتاعتنا قريبة ممكن تبقى قريبة من 25 ميجا هيرتز 25 ميجا هيرتز بنتكلم على يعني حاجة في حدود الـ الـ 40 نانو الـ clock نفسها بتبقى 40 نانو فلما نيجي نقد منها مهما عدينا هنا بيبقى برضو الـ periods في حاجاتنا بتبقى صغيرة جدا لما بقسمها على 12 بتسمح لي ان انا time حاجات تبقى 12 times الحاجة اللي عمل لها timing باستعمال الـ system clock بس فببقى في فايدة بالتأكيد بالنسبة لنا اللي احنا نقسم يبقى عندنا clock مقسومة by 12 فهنا برضو بقى select 0 او 1 عشان اختار واحدة من دول بعد كده اختار اذا كنت عايز اشتغل في counter او timer operation اختارت 0 يبقى timer اختارت واحد يبقى counter وبعد كده برضو نفس الكلام gate 0 لازم اخليها بواحد وTR 0 بعد كده لازم بطيقى اشغالها بعد ما كنت عملت الـ register بتاعي ده الـ value اللي موجودة عندي وطبعا مش بعمل هنا initialization بس الـ counter value بـ initialize دي و initialize دي كمان لان هي دي بعد كده هي دي اللي بعد كده تبقى reloaded هي دي بعد كده انا مش هكون باصص بقى مش هكون انا اللي بعمل لها programming وهي اللي بت reload counter register بتاعي فمعنى كده ان انا يعني لو انا عايز مثلا نفس الحاجة تمشي بريودك طول الوقت يبقى خلي الـ value اللي هنا زي الـ value اللي هنا بالظبط مفيش اي اختلال وفي كل احوال الـ value دي هي اللي تبقى يعني بعد اول مرة هي اللي شغالة طول الوقت في الاخر طبعا بيبقى النتيجة بعد ما يحصل overflow هيبقى عندي TF0 بيساوي واحد ممكن ده برضو جنريت انترابت لو انا كنت عايز ان هو يعني يعمل انترابت دوت بـ initialize الانترابت sequence بتاعي او انترابت enable بتاع الطايمير ده بحيس انه يشتغل تاني برضو الكلام اللي بكلم عليه ده كله بنسبة لـ timer0 لو كنت عايز اشتغل على timer1 بدلا ما اشتغل على T0M هشتغل على T1M بدلا ما اشتغل على C-T0 اشتغل على C-T1 بدلا ما اتكلم على gate0 اتكلم على gate1 بدلا ما اتكلم هنا على TR0 اللي موجودة هنا اتكلم على TR1 وهنا بيبقى عندي بدل TF0 بيبقى فيه TF1 طبعا عشان ابروجرامت انه هو نفسه ما اتكنترول يعرف انه في mode 2 الـ 2 bits دول اللي هم مقابلين للمود بحطهم 1-0 دي T0 mode 0 و T0 mode 1 اللي هي بتكلم على 2 bits اللي انا بحدد اساسهم واحدة من ياما 0 و ياما 1 ياما 2 ياما 3 علشان اعرف انا في انه مود فلو انا بتكلم على mode 2 بحط دي ببقى عن 1-0 بحيس ان انا بعارف ان انا في mode 2 بحط الول binary 2 في ايه في 2 bits دول فطبعا ده بيحدد المود بتاع T0 ولو انا كنت اشتغل ب T1 بيبقى فيه عندي برضو 2 bits مقابلين ل T1 بحيس ان انا درسات فيهم المود بتاعي ما بقاش عندي مشكلة فيها المود 3 بقى زي ما قلنا ده موجود بس في timer 0 مش موجود في timer 1 timer 1 ما بيشتغلش في mode 3 لو انا عملت setting ل timer 0 ان هو شغال في mode 3 يبقى automaticly timer 1 ما بيبقاش شغال هنعرف ليه بعد شوية ازغيرين نفس ال operation بتاعنا هو واحد بس عندنا برضو يعني register بيبقى هو ده counter register بتاعي بدل ما انا هيبقى عندي واحد بس هيبقى عندي اتنين في المرة دي هيبقى عندي اتنين timers شغالين او اتنين counters شغالين in parallel وكلهم synchronize نفس clock يعني موسابها لبعض فده شغال كcounter الواحد وخالص او timer الواحد وخالص وده شغال كtimer او counter الواحد وخالص هنلاقي برضو ان احنا عندنا من select clock source بتاعنا ايما divided by 12 ايما بواحد ال output من هنا بقى في الحالة بتاعت الجزء الاولاني ده ال whole 8 bit timer counter الاولاني دوت بتخش مباشرة ما بتبقاش في selection خالص ان انا counter او timer او كي يبقى معنا كده counter timer او ده الجزء الاولاني دوت بشغال timer طول الوقت مش شغال counter ما يفعش اشتغال counter هنا ده بيبقى enabled بس مجرد ان انا خلي TR1 تساوي واحد الجزء التاني بقى بيبقى فيه نفس الحاجات اللي شفناها قبل كده نفس الجزء بتاع multiplexة بتاع timer او counter بختار هنا zero لو كنت عايز timer بختار هنا واحد لو كنت عايز counter وبرضو لازم اخلي gate zero بتساوي zero TR0 بتساوي واحد عشان ده في الاخر يشتغل وده بيخلي لما ده بيشتغل بيحصل اللي overflow بيخلي TF1 بتعمل تبقى flag بتاع TF1 ده يبقى بواحد والجزء اللي تحت دوت بيخلي TF0 تبقى بواحد وممكن طبعا منهم نلاحظ بقى هنا احنا ليه timer 1 ما بيبقى الشغال لان احنا استغلينا بعض الريسورس بتاعته ليه TF0 TF1 و TR1 استغليناهم اكشوالي في الجزء الاولاني اللي فوق دوت يعني احنا مستعملينها TR1 مستعملين هنا TF1 علشان هنا ننابل الجزء الاولاني من timer 0 ونطلع الفلاك بتاعنا اللي هو بتاع ال overflow دوت نطلعه برضو فمعنى كده انه هو فعليا بياخد جزء من الريسورس بتاعت timer 1 فعشان كده timer 1 ما ينفعش يشتغل في المود دوت انما هو النيدة بتاعته ان انا بيبقى عندي 2 ممكن اشغل 2 timers و 2 timers دول يبقى شغالين او ممكن اخلي واحد timer واحد counter والاتنين يبقى شغالين برضو in parallel مع بعض في نفس الوقت فعشان نلخص ال operation بتاعنا كخطوات كده طبعا الاسهل كتير قوي انه بنصح الناس به ان الناس يبقى قدامها ال block diagram و ال program على اساس block diagram انما الخطوات دي في بعض الاحيان ما تبقاش مفهوم اوي مثلا ما اجتكلم ان انا select the desire clock by programming ckcon.3 يعني ال bit number 3 مش مفهوم اوي دي ليه كده ومش معروف ان في الاخر لما اسيلكت دي او احطها بزير و واحد ايه اللي بيحصل لازم اجتشح شوية كلام زيادة كلام ده كله بالنسبة لنا كان واضح جدا في ال block diagram في منتقه البساطة ان احنا نقدر ان احنا نشوفه على طول بعانينا من ال block diagram فعمتا احنا بس مجرد بنكرر الكلام ده هنا بس طبعا من الاحسن طبعا احنا نبقى بنشوف الكلام ده على block diagram نفسه ونبقى مؤتمدين على block diagram ونحبنعم ال program فهنا طبعا T0M او T1M حسب انا بس اعمل timer 1 او timer 0 بختار اما system clock تبقى زي ما هي او divided by 12 بختار بعد كده ال operating mode بتاعي في ال two bits الموجودين في T mode register زي ما شوفنا لو هي mode 0 يبقى 00 لو mode 1 يبقى 01 لو mode 2 يبقى 1 0 واكذا بنرائل ال starting value for the count up sequence في ال associated count registers اللي هي TL0 TH0 بالنسبة ل timer 0 و TL1 و TH1 بالنسبة ل timer 1 TL هي timer low timer high طبعا ال timer ممكن يبقى 16 bits او حتى يبقى 13 bits فلازم نحط في 2 8 bit bytes فبسيكلي عندي 2 bytes بالنسبة ل timer 0 و 2 bytes طبعا لازم حط ال value starting value بتاعتي هنا مزبوط علشان يقدر يعملي counting مزبوط وطبعا في الاخر ال period اللي انا بعملها counting هي عبارة عن المسافة من ال initial value دي لغاية ال overflow مضروبة بقى في ال period بتاع اللي انا مدخله على timer بتاعي دي بتساوي كام طبعا دي ممكن نحسبها ببساطة وممكن منها نعمل calculation actually مفروض نحط هنا value given a particular timing interval لو عايز اعمل enabling ال interrupts يبقى لازم اعمل الجوز دوت يبقى لازم انابل يبقى شغال وده طبعا بيبقى فيه عندي bit معينة اسمها et0 يعني بتاع timer 0 او انتربت تاع timer 1 فحاجة اسمها registrar اسمه ie interrupt enable وبعد كده لازم انابل global interrupts لازم فيه حاجة اسمها ea ea ده لو بزيرو يبقى كل ال interrupts كلها من جميع السورسز بتبقى disabled لو عايز ال interrupts يبقى شغالة يبقى لازم اخلي الاe a دوت يساوي واحد بعد ما عملت لو انا كنت مقرر ان انا enable interrupts بعد ما عملت جوز بتاع enable بتاع ال interrupts ده بقدر بعد كده select بقى tr0 اللي هي switch بتاعنا اعتبره ده switch on او بتاع ال timer 0 و tr1 ده switch on بتاع ال timer 1 علشان ابتدى اشغل بقى timer operation من لحظة ما انا خليها بتساوي واحد basically لو احنا بطلنا بقى ناخد programming example كده ده ال register بتاعنا اللي هو ckcon ckcon بيبقى عندي t0m ما شايفين كده لو حطناها ب zero بنستعمل divided by 12 system clock divided by 12 لو خلناها واحد بتبقى system clock زي ما هي الكلام ده كمان هنشوفه زي ما هو بالضبط في timer 2 timer 4 بنفس الشكل لو انا اخترت zero فاي واحدة من دول يبقى معنا كده باخد system clock divided by 12 لو اخترت واحد يبقى باخد system clock زي ما هي زي ما قلت قبل كده اني مش ميزة ان انا اخد system clock لان انا في بعض الاحيان بكون اعيز اعمل timing مثلا يعني بعض ال applications ممكن تبقى seconds او ممكن ساعات تبقى minutes فباسيكلي انا بابقى محتاج ان انا اخلي timer بتاعي ساعات value بتاعتي تبقى اكبر ما يمكن فعشان اخليه اكبر ما يمكن يبقى خلي clock cycle بتاعتي تبقى طويلة clock cycle بتاعتي بتبقى باسيكلي يعني معناها ان انا خلي clock frequency بتاعتي اقل لما divide system clock by 12 يبقى بخلي period بتاعتي clock اللي دخلالي بدل ما هي مثلا تي هتبقى 12T فمعنى كده ان انا بقى increase range بتاعي ب12 يعني folds او 12 times يعني بحيث ان انا اقدر اعمل timing لحاجات ممكن تبقى طويلة ما اقدرش تعملها timing بالsystem clock زي ما هي طبعا لو انا عايز ا implement بقى الكلام اللي انا كنت بقوله ان انا خلي T0M بتساوي 1 او بتساوي 0 لازم اعمل الكلام ده في CKCON من غير ما اثر على بقية ال bits الموجودة عندي في نفس ال register ده يعني it's very important that while configuring a timer you take care not to disturb the mode of other timers يعني باسيكلي لما انا باجي بغير bit number مثلا بتكلم هنا number 3 يبقى معنى كده ان انا اغير bit دي بس الوحديها ما اغيرش اي حاجة تانية خالص فباسيك دي بتتعمل بالmasking اللي احنا شفناها قبل كده بنستعمل bit twice operation ونقور مثلا او عايزة خليها بنساوي واحد بقور مع 0x04 يعني واحد بس اقصادها وزيروس في بقية ال bits التانية بحيس لما or 0z مع بقية ال bits التانية ما يحتاجهاش اي تغيير خالص لما بقان دي نفس الكلام بحط 0 اقصادها وبقية الحاجات التانية بتبقى يعني باسيكلي بتبقى كلها بوحايت طبعا هنا كان ال bits اللي هي الفضلة اللي هي غير ال bits اللي هي bits 01 و2 كانوا الحقيقة يعني كانوا unused فمش فرقة معي انا ممكن احطها كده هنا بس actual عايز عاملها مظبوط هتبقى 0xf7 يبقى عندي هنا 7 مش 0 بحيس ان يبقى عندي 0 بس اقصاد ال bits اللي انا عايز اعمل لها clearing لما بعمل ending بالشكل ده ال bit number 3 بتبقى cleared لما بعمل oring بالشكل ده bit number 3 بتبقى set بتبقى يعني بتبقى بواحد فلو انا بقى يعني خدت المثال يعني خاطئ يعني ان انا خدت ckcon على طول بتساوي 0x04 هي فعليا بتخليلي bit number 3 بتساوي 1 بس مشكلتها ان هي خلتلي بقيت الموز التانية كلها بتساوي 0 فدي حاجة مش لان انا الكود اللي بكتبه دوت ممكن بعد كده حد يجي زود عليه عايز اشتغل مثلا بتايمر تاني بمود تاني فمعنى كده ان انا يعني خليت ال value بتاعت دي ممكن لو انا حطتها بالشكل ده ممكن ادسترب مثلا initialization موجود في مكان تاني في البرنامج فمش صح ان انا عملها كده لو انا عايز اغير bit معينة في register معين بستعمل masking اللي احنا كنا اتكلمنا عليه في المحاضرة اللي قبل اللي فاتت علشان نخلي ال bit دي اما سات اما cleared باستعمال bit wise operation زي احنا شفناها قبل كده الخطوة التانية ان انا بختار المود بتاع ال operation بتاعي كل ان انا بتكلم عن ان انا ممكن اشتغل مود 0 مود 1 مود 2 مود 3 احاجات دي كلها لازم specified somewhere فدي الحقيقة موجود عندنا في T mod register اللي هو موجود عندنا هنا في ال bit بتاعته بالشكل ده كده حسب ما انا بختار المود بتاعت الموجود عندي هنا بالنسبة ال timer 0 T0M1 او T0M0 و T0M1 هو بيحدد المود بتاعي اعمل ازاي لو انا عايز اختار المود بتاعي مثلا في مود 2 يبقى ممكن انا اسات المود بتاعي اللي هو هنا دوت احطه يبقى عبارة عن يعني يبقى فيه 2 اما ان انا ممكن انا يعني اخلي المود بتاعي ده يبقى 1 معناه ان انا بتكلم ان انا اخلي bit number 0 اخليها ب 0 وال bit number 1 اخليها ب 1 يعني معناه كان انا هنا ال bit الاولية دي هاندت مع كل وحيد مع هذا ال bit دي تبقى ب 0 والتانية بقورت مع واحد في المكان اللي انا عايزه بحيث ان هو يبقى في الاخر يبقى بواحد فطبعا هيا بس اعمل bitwise عشان ما اعملش disturbance اللي بقية ال configurations التانية اللي موجودة عندي في ال a في ال register بتاعي فباسيكلي بتكلم على ان انا دلوقتي عملت selection لل clock عملت selection لل mode بعد كده ابتدي بقى اعمل بقية ال operations في البرنامج بتاعي فزا ما انا شافين كده ده selection بتاعي بتاعي بتاع المود ممكن انا لو حطته 00 يبقى معنا معانا كده 13 bit counter timer لو 01 يبقى معنى كده متكلم على 16 bit counter timer لو بكلم على واحد zero بكلم على 8 bit counter timer 물 with auto reload لو واحد و 1 يبقى ماتكلم على timer zero venticillивro بكلم على two 8 bit counter timers دا متكلم على timer zero بس لو timer 1 بتابعين active فمعنى كده انا tänkerinâنا بتكلم على timer zero لو انا عملت selection للم مود بتاعة health bit counter timerız auto reload يبقى معنى كده دا ال transportation بتاعي كان بالشاكل دا كده الخطوة الثالثة ان انا ابتدي بعد كده احط بقى الـ values بتاعتي بتاعت الـ initial value بتاعت الـ counter او timer بتاعي علشان هي بعد كده احددلي الـ timing بتاعي اعمل ازاي فلو انا بتكلم على الـ 8 bit timer with auto reload يبقى معنى كده لازم اعمل الـ programming للـ initial value بتاعت TL0 ليه دي الـ value ابتدي منها الـ counting وعمل الـ initialization للـ TH0 اللي هي بتبقى الـ reload value بتاعته ممكن زي ما احنا شايفين كده احط الـ value اللي هنا غير الـ value اللي هنا فهنا هو اختار FF معنى ان هو بعد one clock cycle هو يحصل له overflow بعد ما يحصل له الـ overflow ده هو يبتدي بعد كده كل مرة يـ reload الـ value دي وبتدي من عند 80 كل مرة فمعنى كده دي دي الى تبقى دايما بالـ value انما اولانية دي تبقى بس just for the first time الـ initialization بتاعها الاولاني دوت ده بيشتغل بس for the first time وبعد كده الـ value بعد كده اللي موجودة اللي هي الـ 80 دي الى تبقى شغاله طبعا هو يبتدي count من FF لغاية لما يحصل له overflow طبعا هو بيكلم عن 8 bits بمعنى كده لو انا زودت عليه واحد يبقى معنى كده يحصل له overflow هنا هنا لازم ازود عليه 80 عشان يحصل له overflow فباسيكلي الـ timing بتاعي بعد كده هيبقى 80 clock cycle فحسب بقى الـ clock اللي جاية للـ يعني جاية اللي جاية لي منين هيبقى timing بتاعي محدد بالقيمة دي بتسوي كم step number 5 ان انا بعد كده اجي على شغل شغل timer يعني الجزء بقى اللي هو tr0 بالنسبة ل timer 0 اللي هي timer 0 run control لو انا خليتها بـ zero او هي ده الـ initial value بتاعيتها اللي هي بتبقى دايما موجودة معنى كده timer 0 ببقى disabled لو احنا فاكرين ده كان بيخلي الـ clock اللي جاية لي بتبقى ended مع الحاجة اللي هنا دي فلو الحاجة اللي هنا دي كان بتساوي صفر يبقى معنى كده اي clock موجودة مش هتخش على على الـ counter بتاعي فمعنى كده مش هيتقدم مش هيتحرك من مكانه لما بحط دي بتساوي واحد يبقى معنى كده باسمح للـ clock انها تبقى تبقى موجودة على الـ counter ده وتبقى تعمله increment فمعنى كده بيبتدى بعد كده يتحرك في الاتجاه اللي هو بـ overflow فيه فمعنى كده بعد شوية هيبتدى فعلا يعمل لي overflow يبقى معنى كده هو اشتغل فعلا بالطريقة اللي انا عايزه فلما اجي اشغل ده اكنه الـ on off switch بتاع التايمر لو حطيته بزيرو يبقى التايمر ده off لو حطيته بواحد يبقى التايمر ده on فده بالمنطقة البساطة نتيجة لان الـ register ده بالزاد bit addressable فباسيكلي ممكن احطه على طول tr0 بتساوي واحده وده واحدة من المزائر حقيقين اتكلمنا فيها اللي فيه عندنا bitwise variables او فيه عندنا ممكن اتعامل مع bit مباشرة كده لو هي الـ register not to bit addressable فهنا اكشري واحد من الـ register اللي انا ممكن اتعامل معها bit by bit فonce اللي انا كتبت tr0 بتساوي واحد يبقى معنى كده ان الـ bit الفرانية دي جوا الـ register ده هي بس اللي هتبقى بتساوي واحد بقيت الـ register نفسه ما هيشاء تأثر خالصة في المدة بالذات لما بيحصل overflow يعني انا مثلا اختارنا tl0 بتساوي ff فمعنى كده ان احنا one count او one clock cycle هتخلينا نعمل transition من ff ل zero zero فمعنى كده يحصل overflow الـ overflow flag بيبقى set in the tcon register بيبقى عندي timer zero بيبقى tf0 هو ده اللي بيبقى ساعتها هو ده اللي بيبقى يعني بواحد هو ده الـ flag بتاعي وده انا ممكن اعمل عليه تشك فطبعا ده يعني واحدة من طريقتين ممكن اعمل بيوم من كلام ده ممكن يعني to detect when a timer overflows there are two options by pulling the timer overflow bit او enabling the timer overflow interrupt يعني ممكن انا اعود كل شوية ابص على الـ flag دوت اذا كان enable دولا مش enable يعني بواحد ولا مش بواحد ده طبعا بيبقى حاجة في المرانيك بتاعي ممكن اعمل الـ check ده بطرق مختلفة او ممكن ان انا enable timer overflow interrupt يبقى معنا كده بطيدي بقى اتكلم على الـ programming بتاع الـ interrupt enable والحاجات كلها هنتكلم عليها بتفاصيل في المحاضرة اللي جاية فبنتكلم في الحالات دي ان احنا هنا بيبقى احنا يعني برنامج بتاعي يعني في داخل البرنامج فيه جزء هو بي check automatic لعلى الـ flag دوت في الجزء التاني دوت في الـ interrupt mode بيبقى هو بيشتغل ما بيعملش اي check خالص هو لما بيخلص هو بيقوله ان هو خلص يعني interrupt نفسه ما بييجي هو بي indicate ان هو خلص يعني ممكن اتخيل مثلا ده يعني لو انا بكلم على المثال مثال بتاع الـ minabbe انا هنا بكلم ان المنبه ده انا عمله اوكي انا كل شوية ببص على المنبه ده اذا كان خلص او ما خلص او جاء الوقت بتاعي او ما جاش هنا لا هنا انا ممكن ان انا ابقى نايم كويس مش ببص خلص على المنبه وهو لما بيخلص بيرن اوكي فهو هنا الـ interrupt ده هو ده اللي بيعمل لي interruption هو ده اللي بيعمل لي التنبيه ان انا خلاص هو كده خلص ففي الحالتين دول هنا انا محتاج ان انا كل شوية ابص على المنبه هنا انا مش محتاج ابص خالص انا محتاج بس استنى لما المنبه ده يبتدي يرن يبقى انا بعد كده اعرفت ان هو خلص ففي عندنا في الجزء بتاع الـ interrupt هنلاقي ان فيه يعني interrupts مخصوصة بتاعت الـ timers هنلاقي فيه مثلا اي تي زيرو ده بتاع interrupt zero enable و اي تي وان هو interrupt بتاع timer 1 و اي تي 2 اللي هو interrupt تاع تاع تايمير 2 فبسيك الى ما انا بخيل ده بيساوي واحد يبقى معنا كده بتكلم ان الـ interrupts حتى بتكون تبقى enabled هي مش بس لازم ان انا اعمل ده لازم كمان في حاجة اسمها انا جلوبال انترابت ان انا بكلم الـ interrupt اصلا كلها شغالة او لا مش شغالة فلازم عشان انا اترابت دوت لازم اخلي اما اي تي zero بتساوي واحد وفي الاخر اي اي تي بتساوي واحد او اي تي بتساوي واحد او اي تي بتساوي واحد ما عملتش EA بتساوي واحد يبقى معنا كده الانترابت كلها جلوبال يبتبقى دسابل فمعنا كده بتكلم على زي ما احنا شايفين هنا لو هي D0 يبقى دسابل اول انترابت سورسة حتى لو هي هنا انا باتفرقش لفلازم انا اخلي EA بتساوي واحد وبعد كده EA بتساوي واحد في ال IE اللي هو انترابت انابول راجيسر ده واحد من الSFR فباسيكلي ساعتها بيبقى الانترابت بيجيلي بقى وبكتب بقى سابروتين جوه في البرنامج بتاعي بحيس ان هو بيروح ينفذ السابروتين ده. فده طبعا حاجة اتكلم عليها بتفاصيل اكتر شوية في المحاضرة اللي جاي امتنى اتكلم بقى على تايمير ثري تايمير ثري ده يونيك يعني عنده مود واحد بس اللي هو سكستين بيت اوتو ريلود مود فباسيكلي بيبقى عندي سكستين بيت رجيسر يعني TMR3L TMR3H طبعا ده عشان سكستين بيت انا مقسمه جزئين جزئ اللو و جزئ الهاي عشان انا بكلم طبعا انا عندي الانستركشنز بتاعتي عادة بتبقى تمانية بيت انستركشنز فانا كده بكلم على ده تمانية بيتس وده تمانية بيتس فقدر اتعامل معهم مباشرة ك رجيسر زر دراملاس يعني يلود الفايو سباعتهم بطريقة مباشرة يعني فبيبقى عندي بقى كده مقابل كل واحد من دول بيبقى في عندي ريلود رجيسر الريلود رجيسر ده اللي هو تي ام ار ثري ريلود رجيسر اللي هو اللي هو اللو وتي ام ار ثري ريلود رجيسر هاي يعني معنى كده ده بي ريلود ده وده بي ريلود ده فطبعا هو نفس الحاجة اللي انا كنت بعملها قبل كده ببص على البلوك دياجرام بتاعي بشوف انا عايز اعمل ايه وبعد كده بناء على انا اختارته من هنا دوت بابتدي اعمل بروغرامينج فعليا في الكود بتاعي فازا ما احنا شايفين كده عندنا system clock ممكن يبقى جايلي او من external oscillator source ممكن يبقى برضو جايلي من بره اوكي فهنا بختار لو انا بختار من هنا لو انا بختار من system clock هنا بختار برضو عن طريق T3M اذا كان divided by 12 ولا زي ما هي وبعد كده بيبقى موجود عندي هنا لو انا عايز اختار ان هو يشتغل من system clock يبقى معنى كده بختار T3X CLK بختاره ده بيساوي 0 طبعا كل الحاجات اللي بكلم عليها هنا موجودة في الريستر واحد اسمها TMR3CN مع ذا اللي هي T3M دي فبتكلم على T3M دي كمان موجودة جوه يعني ده الريستر ده هو بعمل بيبروغرامينج لكل حاجة مختصة بتايمر 3 فهنا حسب T3X CLK اللي موجودة هنا دي كده ياما بختار external oscillator source divided by 8 ياما بختار الحاجة اللي جايلي من system clock اللي هي حسب بقى اختيار اللي هي اذا كانت زي ما هي ولا divided by 12 في الاخر بيبقى فيه عندي هنا القلق زي ما احنا شايفين كده يعني في معاها TR3 as the end يعني في الاند جيت دي فمعنى كده TR3 دي هي برضو timer 3 enable لو كانت دي بزيرو يبقى معنى كده ما فيش اي clock هتبقى موجودة هنا لو دي بواحد يبقى معنى كده clock source اللي موجودة عندي هنا يبتدي يخش على timer وبتدي شغله الجزء بقى بتاع Auto Reload هنا اول لما بيحصل ان انا يعني ال initial value كانت موجودة هنا دي حصل لها overflow بعد ما يعني ال clock بقت موجودة وبتاعت increment ده لما وصل لها overflow بيبقى في عندي بت هنا TF3 بقى موجودة في نفس ال register ده برضو بتبقى ال flag بتاع ان هو خلص وممكن برضو generate interrupt لو انا عاوز بس دي اكشوري كمان بتخلي ال reload الموجود هنا يريلود ال ايه reload values اللي هنا دي تريلود ال register الاصلي بتاعي ويبتدي تانى re-enable register بتاعي اللي هو timer بتاعي بحيس يشتغل تانى فده انا ممكن اجنرات بي interrupt او ممكن اجنرات بي timing waveform تبقى continuous في timer operation العادي اللي مفغوش Auto Reload ده بيعمل timing لمدة واحده بس يعني بعمل timing مثلا فرضا 1 ms ويقفى على كده لو انا عايز اخلي اعمل 1 ms كمان يبقى معنا كده لانا initialize timer تانى و enable timer ده تانى عشان يبتدي يشتغل 1 ms تانى هنا لا هنا بكل يعني 1 ms وبتدي عادي تانى 1 ms وبعد كده 1 ms يفضل ماشي بعد كده continuously بيعاد 1 ms دي وكل ما تخلص 1 ms بيديني ال flag ده بيبقى high او interrupted بيبقى generated فطبعا الكلام ده كله في الاخر ممكن انا استعمله بطرق مختلفة بقى ان انا ممكن اجنرات بيه بعض الحاجات مثلا انا اشغل بيه بعض اللي هي serial communication مثلا او حاجة ممكن استغلها استغل ال timing ده ان هو time serial communication انا بعملها دي بحيس انها تبقى مزبوطة فطبعا كل واحدة من timer دي انا بختارها على اساس الفنكشناليتي اللي انا عايز اعملها في ال project بتاعي وحسب انا عايز مثلا اشغل بعض ال peripherals زي new art او زي serial communication مثلا او حاجات بتاعت السل والحاجات اللي هي او اسم باس الحاجات دي كلها ممكن انا حسب انا بختار ايه في ال peripherals بختار ال timer operation او timer mode اللي انا محتاجه علشان يعملي الفنكشناليتي بتاعتي فطبعا احنا بنكلم على ال timer دوت ممكن يبقى clocked by external oscillator source divided by 8 or the system clock زي ما احنا شوفنا وطبعا يعني بنكلم على الاختيار بتاع system clock او system clock divided by 12 T3M هو اللي بيحددها T3X clock when it's set to 1 timer 3 is clocked by the external oscillator input regardless of the system clock selection يعني طبعا زي ما احنا كنا شوفنا ان احنا حسب ما احنا بنختار ما احنا بنختار السكن اللي فوق اللي هي كان فيها external clock divided by 8 او اي حاجة بقى جايلنا من system clock ما بتفريقش معنا system clock يعني T3M ما بيفريقش معنا لو احنا اختارنا external clock source لما بيبقى zero معنا كده بنتكلم على timer 3 clock طبعا بيبقى specify by T3M حسب ان كنتم بخدها divided by 1 او by 12 الحقيقة ده بيستعمل ممكن احنا نبتدي بيه ADC data conversion فممكن ده بسيكلي بقى ال timer اللي بيستعمل عشان يحدد لي ال conversion rate بتاعي او ال sampling rate بتاعي براني فده طبعا واحدة من الاستعمالات وده طبعا هنشوفه لما نيجي نتكلم على ال management converter converter ك programming steps برضو طبعا زي ما احنا شوفنا وفي عندنا ال register واحد بس هو اللي بنيعمل فيه كل حاجة هو اللي بن register فيه كل حاجة او هو ده اللي بنزجل فيه كل الاختيارات بتاعتنا بتاع ال timer دوت فباسيكلي اول حاجة احنا بيمتدي في الاول خالص كل حاجة بزيرو اوكي بحيس ان كل حاجة تبقى يعني بتاعنا بتاع كل حاجة ان كل حاجة واقفة مفيش احنا بتتحرك خالص بعد كده ببتدي اكلم على ان انا اختار لو انا اختار external source بتاعنا يبقى معنى كده هاخلي ال bit number zero اللي هي t3x clock دي هاختار انها تبقى بواحد معنى كده ان ال clock source هنا مش مش جايلي من system clock لا ده جايلي من external oscillator divided by 8 لو انا كنت عايز يشتغل بال internal clock بحط الكلام ده بيساوي zero حسب بقى t3m اللي موجود عندنا في هنا دي بتتحددلي بتزبط انا هستعمل any clock فيه فباسيكلي يعني لو دي بزيرو اللي هي ال bit di بزيرو يبقى معنى كده لازم ابصى على bit number 1 كمان bit number 1 بتقولي ان انا هستعمل system clock divided by 12 لو كانت zero او system clock مباشرة لو كانت واحد يبقى معنى كده ان انا لو اختارت db واحد يبقى دي مش مهمة لو اختارت db zero يبقى معنى كده لازم ابصى على value دي وقرر او اشوف clock نفسها هتبقى divided by 12 ولا مش divided by 8 بعد كده الخطوة التانية بعد كده تبقى افكر بعد كده اشوف بقى ال timer control ده ابتدى اشغاله وقت ما عملت initialization ليه ال register التي اللي هي بتاعت اللي هي ال timer register نفسه وال auto reload registers الموجودة معنى فباسيكلي ممكن انا اكتب auto reload value في auto reload registers اللي هي tmr3rll اللي هي reload register low reload register high او ممكن اكشولي لو انا بكلم في c language لو انا كنتبتاها بالشكل ده كده هو يفهمها هو يفهمها كده كال 16 bit register وهو هيتصرف بقى هكتبها بشكل المزبوط بتاعي في الكود بتاعه فباسيكلي لو انا عملتها كده هو اوتوماتيكلي بياخد الاثنين الاولين دول يحطوهم في high والاثنين الاخرين دول يحطوهم في low وتشتغل مزبوط كده فدي انا بقى reload register كله على بعضه الجزء بقى اللي هو بتاع counter register نفسه برضو اعمله بنفس الطريقة كده ممكن ان انا اعمل ده يعمل tmr3h او tmr3l اللي هما low والhigh بتوعه ممكن ان انا ابتدي بعد كده ان انا يعني اعملهم بنفس الطريقة اللي انا عملت بها reload register دي فباسيكلي ممكن اقول tmr3 بيساوي كده رقم برضو كده ك initial value باسيكلي لو انا بتكلم عن ان انا بختار system clock بتاعي يبقى معنى كده هختار t3m بتاعتي حسب ما كنت عايزة divide by 12 احطها zero لو هي زي ما هي احطها بواحد فباسيكلي باختار الكلام ده برضو tmr3 اللي هو controller بتاعتي timer 3 وبعد كده بابروسيد بعد كده علشان ابتدي counter بتاعي خليه اشتغل علشان اخليه اشتغل بانيشيلايز الجزء الاولاني خالص اللي هو زي ما قلت اللي هو جزء اللي هو counter value نفسها او timer value نفسها فممكن انا program كل واحدة فيهم على حدة يعني tmr3l و tmr3h دول كل واحدة فيهم 8 bit register او ممكن اتكلم عن tmr3 اللي هو عبارة عن 16 bit register مباشرة فباسيكلي ممكن اكتبها فعلا بالشكل ده كده ده بتبقى انيش ال value بتاعتي بتساوي الكلام ده فحطها بال value معينة وبعد كده اخلي بعد كده التايمر يبتدي يشتغل باني اخلي tr3 بتاعتي بتساويه زي ما قلنا tr3 دي هي اللي بتبقى مع ال clock اللي دخلها لي timer register فمعنى كده لو خليتها ب zero بيبقى disabled لو خليتها ب واحد بيبتدي يشتغل فكده خلاص انا عملت يعني ال initialization بتاع ال clock بتاعتي جاي منين عملت initialization لل values بتاع ال register بتاع التايمر وبتاع ال auto reload فكده انا جاهز ان اشتغل فبخلي tr3 دي بتساويه علشان ايه بتدي يشتغل زي ما احنا شايفين كده tr3 في الحالة دي ما هياش اللي هو ال sfr اللي هو tmr3cn ده ما هوش bit addressable فما قدرش احط tr3 بتساويه واحد زي ما عملنا في timer zero لان timer zero ده كان موجود في register كان ال register ده كان يعني bit addressable فحطي tr0 بتساويه واحد مباشرة هنا ما قدرش عمل الكلام ده فtr3 دي عشان اخليها بتساويه واحد هستعمل بقى الماسكينج اللي احنا شفناه في المحاضرة بتاعت Siri language programming بحيث ان انا قستت ال bit اللي انا عايزها هتساويه واحد وبيت ال bit التاني ما هتتقصرش نتيجة ان انا عملت oring لها مع zero فباسيكلي لو انا عملت كده خلاص انا عملت tr3d effect دي بقى بتساويه واحد فهيبتلي يشتغل مباشرة في ال operation بتاعه بيبقى في عندنا في الحالة دي بقى بالنسبة لتايمر 3 بيبقى في عندنا interrupt enable بتاعه موجود في register اسمه extended interrupt enable 2 اللي EIE2 اللي هو SFR اسمه بشكل ده كده فبقى في عندي ET3 بتاعتي هنا موجودة كbit number zero فيه لو انا عايزة interrupt بتاعي بتاع timer 3 لازم بخلي ET3 دي بتساوي واحد وطبعا لازم في الاخر global interrupt enable يبقى بيساوي واحد فباسيكلي عشان اعمل الكلام ده برضو وهنا برضو الريجتر ده ما هواش ما هواش bit addressable فمعنى كده ان انا بقور الريجتر كله مع واحد فمعنى كده بقور واحد هنا وصفار هنا فمعنى كده القيم بتاع البيتر بانترابت تانية مش تتأثر الانترابت الوحيدة اللي يتأثر هو انترابت 3 او ال enable بتاع انترابت 3 فمعنى كده بعمل برضو هنا masking عشان اخلي انترابت 3 بساوي واحد وانس ان انا عملت دي كده يبقى انا عملت enable ال timer 3 interrupt لازم عشان يبتدي يشتغل فعليا لازم اخلي global interrupt enable يبقى بساوي واحد دي برضو بعملها ان انا بقول ea بتساوي واحد زي ما شفنا في timer 0 لان هو e دي نفسها اللي هي يعني تبقى bit addressable فممكن اكتبها هي مباشرة بتساوي واحد فاضلنا بقى دلوقتي timer 2 timer 4 الاتنين شاء بعض الحياة في ال operation فانتكلم مع timer 2 كمثال بيبقى عندي هنا timer 2 ده شغال في 16 bit auto reload mode اللي هو mode number 1 ده بيبقى عندي برضو عندي هنا 16 bits وعندي 16 bits دول بيبقى برضو عندهم reload registers هنا موجودين هنا يعني موجودين في حاجة اسمها capture registers وباسيكلي ممكن بعد ما يحصل overflow هنا برضو ال values بتبقى reloaded طبعا برضو بامشي بنفس السكة اللي انا شفتها قبل كده انا عايز لو انا بتعايز internal clock باشوف اذا كنت عايز 12 divided by 12 or divided by 1 program by T2M وبعد كده بيبقى عندي selection بقى سواء كان timer ولا counter بناء على selection اللي موجودة هنا دي دي موجودة عندي في T2con T2con بيبقى عندي C slash T2 اللي هي counter slash timer بالنسبة ل timer 2 فانا بختار برضو اذا كنت اختار للفوق يبقى معنى كده اخترت timer لو اخترت التحت يبقى معنى كده اخترت counter لان ال clock في الحالة التانية دي هتبقى الجهالي من خارج mic controller فهي بتعمل counting events في الاخر clock اللي هي اخترتها بين الاثنين دول هتبقى اللي موجودة عندي هنا هتشتغل وتشغلي timer بتاعي only if TR2 دي بتساوها لو كان TR2 دي بتساوي 0 يبقى معنى كده T clock دي هتبقى بتساوي 0 فمن فيش اي حاجة هتحصل هنا فطبعا حسب انا بعمل هنا ايه بالزبط حسب انا يعني حطت ال value هنا ايه بالزبط بيحصل overflow طبعا بعد فترة معينة حسب ال value المحطوطة هنا وبعد كده بعد ما عملت اول overflow ده حصل بعد كده كل مرة الحاجة اللي موجودة هنا دي هتبقى هي ال reloaded هنا فمعنى كده ان هنا ممكن حط value في الاول تشتغلي مثلا فترة قصيرة وبعد كده ممكن بعد كده كل مرة هتشتغل بعد كده بال value الموجودة هنا طبعا ممكن اخليهم الاثنين في الاول زي بعض مفيش مشكلة بس يعني في الاخر يعني بعد اول يعني اول overflow هي ال value الموجودة هنا اللي في capture register دي اللي هي low ال high هي اللي بعد كده تبقى موجودة في timer register يبقى هي اللي هتشتغل بعد كده forever بالنسبة بالنسبة لل timer ده فهينا برضو كprogramming steps كده نمشى عليها تانى مع بعض هنسلكت desire clock frequency يعني ck count بتاعنا يعني اللي هي بتكلم اذا كنت اختار system clock or system clock divided by 12 هبتدى اتكلم عن انا اكتب auto reload value بتاعتي في associated capture registers واكتب ال starting value بتاعتي counter register بتاعي اللي هي tl2 th2 و select mode بتاعي اذا كان counter ولا timer اوكي وبعد كده بستارت بقى timer بتاعي ان انا خلي tr2 ده بيساوي 1 once ان انا خليت ده بيساوي 1 يبتدي هو يشتغل مباشرة هو طبعا auto reload بمعنى كده مش هتوقف الا اذا خليت انا tr2 دي بتساوي 0 المود المتاحة بالنسبة timer 0 هي اول واحد 16 bit counter timer with capture capture ده معناه ان انا ممكن في لحظة يبقى عندي clock عالي من بره تcapture value بتاع الكاونتر دي وتخزنها اللي في ال register بتاع capture الموجود عندي العكس بقى بيحصل هنا في auto reload mode اللي هو لما يكون عندي نفس المود هو هنا 00 بس فيه عندي هنا bit اللي هي cp slash rl اللي هي capture او reload ده بيساوي واحد في الحالة دي لو هنا بيساوي واحد يبقى capture لو بيساوي 0 يبقى auto reload يبقى معنى كده هو بيستعمل capture register دوت ان هو reload مود بالتايمر بتاعه فهنا بياخد value اللي في التايمر يحطها في capture هنا بياخد value اللي في التايمر يحطها في التايمر عشان يشتغل بيها كاوتور reload mode في المود التانية بقى اللي هي المود لو انا حطيت المود بتاعي t clock ده حطيته بواحد اللي هو المود واحد هنا بالنسبة للاتنين دول لو انا خليتها برده كده بيبقى برده يعني اي حاجة هنا بالنسبة حطيت واحد هنا او هنا والتاني 0 يبقى معنى كده بتكلم ان انا عندي board rate generator for UART 0 فمعنى كده في المود التانية دي كلها شغالة board rate generator for UART 0 لو حطيت واحد في اي واحدة من الاتنين دول بيشتغل board rate generator لو حطيت tr0 بتساوي 0 يبقى معنى كده هو بيشتغل off يعني هو basically disabled زي ما احنا شفنا في ال block diagram ده مثال ال C language programming بتاع ال initialization تاع timer 2 لو احنا عايزين نشغاله في auto reload mode ونجنراتر interrupt فباسيك زي ما احنا شفنا بنخلي ال clock source بتاعنا عايزينه system clock divided by 12 اختارنا هنا T2M بتساوي 0 خليت بعد كده لو انا كنت عايز ال system clock نفسها خلي بقى T2M دي تتساوي واحد فمعنى كده بحط ckcon T2M دي بتساوي واحد فبقى OR هنا مع 0x20 يبقى معنى كده بتكلم ان انا يعني هنا بقى عمل masking لل bit دي اخليها بواحد وبعد كده بقى خلي T2con دي بتساوي 0 طبعا ممكن اخلي يعني حسب المود بتاعي فهنا انا عامل selection mode بتاعي يكون هو المود دوت وطبعا حسب انا اخترت ايه بالنسبالي بباسيكلي بتكلم على ان انا ال bit الموجودة عندي هنا بعمل لها setting و clearing حسب المود اللي انا عايزه فباسيكلي بتكلم على bit number 1 دي بتساوي 0 علشان هو شغلك timer function دي هي C slash T2 باسيكلي بتكلم على bit number 0 بقى allow auto reload عشان هي dcp slash rl2 فمعنى كده انا عايزها reload فباسيكلي بحطها هنا انها تبقى بتساوي 0 بتكلم على ان انا T2 com بتاعتي هي point 3 باسيكلي بتكلم على باسيكلي الحاجة اللي جايلي من بره جزء جايلي من بره بيبقى ignore لو انا مشغالها timer باسيكلي دي bit اللي هي tr2 بتاعتي انا بخليها disable معنى انا دلوقتي ده مش شغال وانس ان انا عملت بعد كده يعني initialization للcapture register اللي هو في auto reload value والtimer value نفسها ولو كدت عايز اعمل interrupt enable عملته ممكن بعد كده بتده اشغل timer بتاعي اخلي bit number 2 دي اخليها بواحد بان انا اعمل o ring للbit دي مع واحد من منظر ده كده التائمر بتاعي اعملت له initialization وعملت له بعد كده يعني turning on بحيث انا بتده يشتغل مباشرة بعد ال initialization function دي المود بتاع timer tool اللي هو فيه capture بقى مش auto reload ده الحقيقه يعني هو بيشتغل ك timer يعني مشتغل ك normal 16 bit timer وباسيكلي الفرق بين الاثنين ان احنا capture function can be enabled to load the current value of the count registers into the capture registers at the falling edge of t2x اوكي ده بمعنان ده حاجة جايدنا من بره يعني basic اول لما بتيجي بياخد ال value اللي موجودة عندي في timer بتاعي في timer 2 register ويحطها في capture دي فايداتها ايه فايداتها ان انا ممكن ان انا initialize event معين وابتدي اعمل احاجة زي stop watch كده اشغل stop watch واول لما يجيلي event ان مثلا الحاجة اللي انا عايز اعملها timing خلصت اوقف ال timing بتاعي واخد ال value بتاعت ال timing دي اسجلها اوكي فدي بالضبط اللي انا بعمله هنا بقيس وقت محدد باستعمال ال timer دو فهو الكون هنا اخزنه في capture معناه ان انا ممكن ان انا مثلا يبقى في عندي اكن مثلا بعمل timing السباق مثلا من كذا عداء ممكن ان انا اكابتشور العداء الاولاني واسجله وبعد كده اكابتشور العداء التاني واسجله كلهم يبقوا يعني على نفس time based بالضبط ما فيش اي اختلاف مش بعمل time اللي كل واحد فيه مطلعه مختلفة فدي الحقيقة ممكن تسمح ان انا اس وقت بتاع كذا event جايين لي والكذا event دول كلهم يبقوا محسوبين بنفس time based بالضبط ما فيش اي اختلاف بينهم من بعض فباسيكي ده ده ال block diagram بتاع mode بتاع timer 2 طبعا timer 4 نفس الحكاية with capture لو احنا فاكرين في auto reload كان عندنا هنا السهم ده طلع اللي فوق يعني كان capture register values دي كان بت reload values بتاع timer هنا هنا نفس ال operation بتاع clock هي واحدة ما فيش اي اختلاف بينها وبين timer mode 1 اللي احنا كلمنا عليه بتاع auto reload الفرق الوحيد الاساسي اللي جايلي من هنا دلوقتي ان انا اول حاجة الحاجة اللي كان بتحصل لي هنا الجزء اللي كان بيعمل لي هنا overflow دوت ما بقاش الوقت يعمل reload لما بقاش له اي تأثير خالص على الجزء بتاع capture الجزء بتاع capture بيبقى موجود يعني جايلي من external clock او external event اللي هو t2 xx اللي برا دي خالص اللي هي external event اللي جايلي من برا خالص وانا بقاش ان انا باخد ال event ده او مش باخده حسب بقى ال ex en دي اللي هي موجودة عندي في t2 con دي اللي هي موجودة عندي هنا دي لو خليتها بواحدة بمعنى كده انا بقاش ال interrupts اللي جايلي من برا دي انها تتعد او ال clock اللي جايلي من برا دي انها تتعد هنا او تعمل capture وانس ان انا جايلي هنا falling edge ال value اللي موجودة هنا بتنيل تبقى هنا تتخزن تبقى هنا انا ممكن بعد كده بقى بعد ما يحصل capture دوت ممكن ااخد انا الحاجة اللي موجودة هنا اسجلها عندي في مكان تاني بحيس ان اقدر اسجل اعمل capture تاني بعد شوية ال event تاني فطبعا زي ما احنا احنا عشان enable capture feature ex en2 اللي هي موجودة عندي في t2 con لازم اخليها بتساوي واحد عشان تبقى مع الحاجة اللي جاي من برا الحاجة اللي جاي من برا اللي هي t2 ex اللي هي ال input pin اللي موجودة عندي على ال chip من برا خالص هي اللي بتبقى جايبالي signal من برا اللي انا بحاول ان انا اعدها او حاول ان انا استعملها عشان اعرف في الوقت بتاعها عبارها عن ايه once in the event دوت جاي وكان عندي ده enabled يبقى ال value بتاعت ال counter بتاعي هتتنقل عندي تبقى loaded في capture register بتاعي وبيبقى في عندي flag كمان external flag بيبقى exf2 بيبقى موجود برضو بيبقى set to one عشان اعرف ان حصل capture دلوقتي فانا ممكن لما ده يحصل باخد value بتاعي بتاعي دي خزن عندي في مكان تاني في الميموري واستنى بعد كده ممكن يجي لي بقى event تاني ويحصل لي برضو capture تاني بحيس ان انا ببقى عارف ان capture الاولاني و capture تاني كلهم عن نفس time based بالضبط فقدر احسب الوقت بتاعهم absolute value وقدر احسب ال relative timing بتاعهم بان انا اطرح لتنى مباشرة من بعض ممكن انا اجنرات برضو timer to interrupt basically لو انا كنت اعمل interrupt enable زي ما كنت شفت في الجزء بتاع timer zero الحقيقة في المحاضرة دي كلمنا على الجزء بتاع timer ده جزء مهم جدا في microcontroller ده يسمح لنا ان احنا نقدر نعمل حاجات كتيرة جدا يعني ممكن هي تبقى معقدة في ال control بتاع external devices او في serial communication او في sampling بتاع signals او حاجات زي كده طبعا من اهم ال peripherals موجود عندها في اي microcontroller هو جزء بتاع timer فطبعا مهم جدا ان احنا نبقى فاهمينه كويس ونحاول ان احنا نبتد نعمل عليه تجارب علشان نقدر ان احنا نتعامل معها بعد كده في ال actual project بشكل سليم المحاضرة اللي جاية نتكلم فيه على interrupt وده جزء مكمل للجزء اللي بيكلم عليه النهاردة علشان نقدر ان احنا مش بس نعمل polling زي ما احنا شفنا لا نقدر نعمل كمان interrupt يبقى يتنفز له function محددة بعد ما ييجي timer overflow event